أهلاً وفيك في رمالله أهلاً فيكم كلكم في رمالله إحنا بلد واحد هذا تجميع للتراث لأن التراث يعبر عن أصولنا وعن فلسطينيتنا وعن وجودنا تسلمي أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً أهلاً وسهلاً بنات رمالله وبنات ناصر أهلاً وسهلاً ياهلاً فيك أهلاً وما أجمل هذا البيت والتفاصيل الدقيقة بالبيت حكي لنا شوي عن تفاصيل هاي اللي عم نجوفها بالبيت صراحة هذا البيت مبني بالستينات مش بيت قديم كتير بس نبنى بحب نبنى بانتماء البابا بناه قبل الحرب 67 نقلنا هون نقلنا هون نقلنا أن التراث هو بيوثق هويتنا بيحافظ عليها حبنا للوطن للأرض فهي تجميع من قصص مختلفة من البدو من رمالله حتى من العراق من سوريا وهي شو قصتها هاي؟ هادي صراحة هادي طبعة ستة ستة كانت تلبس هيك فكانت حطوها عراس هون وهذا طب ستة حطوه شال ويلبسوه هاته بالعروس يعني؟ لا هدا بيلبسوه كل يوم ستات كل يوم هاي شطوه اسمها هاتنجرب ها كيف اللي بيلبسوه؟ تفضل إيجاد بيها يعني بطبخوا وبمسحوا لا ما بطبخوش بالنوار بس مما يطلعوا بالبيت لازم يلبسوها فكان في اشي معمول هون فضة و اشي ذهب كله ذهب واو متقله كل ستة عندها تنتين واحدة ذهب و واحدة فضة الفضة بتلبسها لكل يوم وتذهب في الأفرح بالعراس والأفرح بزا يعيني وكاة وكاة أهلا السيدة جانيت ميخايل أول من أشغلت منصد رئيسة بلدية في فلسطين نعم وكنت رئيسة بلدية ترام الله لسنوات حوالي سبع سنوات احكي لنا شوي عن زكرياتك كامرأة ناشطة قدمت الكثير لهاي البلد احكي لنا عن رام الله القديمة هيك شاركينا انا وكل الستات اللي معي بعتقد انا ان كلنا نولدنا في رام الله وكلنا نشأنا في رام الله وأنا شخصيا من الشارع اللي مرأنا فيه بيتنا القديم وهناك اولدت وتربيت ولعبت في الشارع أول مهرجان كان مهرجان كان في رام الله الاستياف قبل سبع وستين في ست وستين سنت ستين من أول مهرجان اللي طلعت من غنوية وين ع رام الله اه كل بيغنيها بيعرفها طبعا 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 كلها كانت هذه فقافة مميزة في رام الله وهذا اللي ميز رام الله وخلىها اليوم بتبوأ مركز كبير بين المدن الفلسطينية